بعض الزوجات مش بيكون عندها حكمة في عرض المشكلة فلو زوجها سألها عن سبب تغيير معاملتها معاه بتقوله انت ببقيتش مالي عيني فطبعا ده بيكسر قلب الزوج لان ده مقندي جملة في منتهى الخطورة وبتجرح رجلته وبيفكر ان هو كده ايه اللي هيحصل هي ان هو ما بقاش انسان مناسب ليها وهي اكيد دلوقتي بتبحث عن حد تاني يملع عنها فبتتسع المشكلة وتتعقد ويبتدي بقى يدخل في المشكلة ابعاد اخرى زي ابعاد الشك وابعاد انت بتحب حد وابعاد تانية هو ايه اللي حصل هو انت مين لعب دماغك كل الكلام ده بيدخل الابعاد دي بتدخل لان العبارة كانت عبارة في غاية القسو اهم خطوة بقى في الوصول لحل للمشكلة دي هي حاجة بنسميها التواصل الرشيد انهم يتواصلوا مع بعض التواصل الرشيد لان ده لو ما حصلش انا اسب المشكلة ده هتتعقد مع كل ساعة بتمر لان الحياة فيها تفاصيل هو النهاردة شايفة بتلبس بطريقة معينة هو بكرة شايفة بتشتري حاجات ماركات هو بعد كده شايفة بتهتم ولغتها اللي هي بتتكلم بها بتتغير هي يا شايفة لما بيجي تكلم بتقطعه واتفه من كلامه الحاجة مش توقف فعشان كده لازم يبقى فيه على طول مش مواجهة نبطل فكرة المواجهة احنا عايزين نعود ونتكلم حاجة اسمها الحوار والتواصل الرشيد التواصل الرشيد اللي احنا هنتكلم فيه عشان يحل المشكلة دي فيه ستة حاجات كده اول حاجة استخدام مفتيح القلب ومفتاح قلب الزوج ان زوجته تشعره بربطولة وزوج يشعر زوجته بالامان يبقى هو محتاج ان هو يستخدم هذا الامر ويستخدم هذا الامر ويكرس لزوجته ويبين لها انه هو مصدر امانة وهي لازم تفهم تقيم علاقتهم قد ايه هو موفر لها الامان مش قد ايه هو موفر لها مستوى اجتماعي معين لان يا فرحتي احنا شفنا كتير ناس موفرين لزوجاتهم مستويات اجتماعية معينة والازواج بيعانوا وفي حالة وكأنهم بيحسوا انهم عبارة عن قطع اساس مش بس قطع اساس فبعض الاحيان بتحس باللا شيئية فالمسألة مش مسألة انت هتحطها في مستوى اجتماعي شكله ايه المسألة هو قد ايه بيوفر لك الامان وقد ايه مستعد للتوافق وقد ايه الجسور ممدودة بينكم وانتوا الاتنين عشان تعيشهم وتنتقلوا من التوافق الى السعادة امر التاني الامتنان من اهم المسببات السعادة الزوجية هي التعبير عن الامتنان لشريك الحياة هي لو جربت ان هي تمتنى لشريك حياتها احتمال كبير جدا 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 يكون ده سبب ان هو يغير حياته ويتقدم في حياته ويبقى في بعض الاحيان الازواج بيفوقوا زوجاتهم حتى لو جم متأخرين في الترقي في المستوى الاجتماعي عشان اكبر قافة ممكن تفسد الالاقة الزوجية هي تعميم الاشياء السلبية واللي عبر عنها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن المرأة يكفرنا العشير يكفرنا العشير يعني ايه المرأة بيغلب عليها بيغلب على بعض النساء بيغلب على بعض النساء ودي مش صفة في كل النساء بس صفة في كتير من النساء ان الوحدة بتنسى محاسن شريك حياته وتعمم السلبيات وما تشوفش غير السلبيات دي بس وده ممكن يعمله الزوج او الزوج على فكرة لكن النساء ممكن يكون عندهم اكتر وقوعا في مسألة كفران العشير اللي هو تعميم المواقف السلبية وليس حفظ الأمور وكمان استثمار المواقف الإيجابية اللي بيعملها الزوج والكلام الحلو والمواقف الحلوة لدرجة ان فيه بيبقى فيه تعبير عند الأزواج مهم جدا جدا هو أنا مع عمري ما عملتلك حاجة حلوة التعبير ده بيعبر على ان الزوج بيقول للزوجة ما تعميميش المواقف السلبية لما يجي بقى فيه مواقف حطيه في نصابه وكأنه عايز يقول ايه هي بتفهم كده آه يا سيدي لا هي بيقول لهاش كده هو بيقول لها أنا كنت منتظر منك بدل من انت تعميم المواقف السلبية أنا كنت منتظر منك اللي امتنان يبقى أول حاجة ببساطة خالص احنا اتكلمنا عنها ان كل واحد من الزوجين لازم ببساطة يبقى حاضر مع الزوج مع الطرف الآخر الحاجة التانية انه هو لازم يمتنله حاجة التالتة لازم يبقى فيه تعبير عن الاحتياجات لازم نتكلم مع بعض عن احتياجاتنا وجلسة الاحتياجات دي جلسة مهمة وهي جلسة بتتعمل بحرفية جلسة الكلام عن الاحتياجات مش لازم جلسة الكلام عن الاحتياجات تبقى جلسة تجريح جلسة أذية ممكن تكون جلسة وعي فلازم كل واحد فينا يعبر عن احتياجه لشركة حياته يقوله انا كنت محتاج انا كنت محتاج حنان في الوقت ده انا محتاج حد يسمعني انا محتاج ان انا اقول بس من غير ما يقوله وانت ما عملتش فيبقى الكلام عن الاحتياجات ده بيكون بشكل واضح بعيد عن اي شكل من اشكال اللوم والانتقاد والتجريح او ان انت توقفه وصادك كده زي التلميذي البريد وتهزقه وتخليه مش عارف يقول ايه وكأنك بتحكمه فالزوجة تقول لي زوجها بوضوح انا شايفة قدي ايه انت بتتعب علشانه وانا عارفة انك عندك مهارات كتير وطموح ولكن انا عايزة كمان وانا عارفة ان انت تقدر تعمل احسن من كده واتطور من نفسك وانا هفضل في ظهرك وساعدك عشان نوصل لمستقبل احسن ليك واللي اولادنا يا سلام لما هو يسمع كده هو محتاج ايه اكتر من كده الحاجة الرابعة الصبر لازم نفهم ان التغيير بييجي بالسعي والسعي بياخد وقت